قلبي لغيرها والأردن ما خفقا وغير ربع الجباه السمر ما عشقا قلبي لغيرها والأردن ما خفقا أهلاً وسهلاً بكم مجدداً نرحب الآن بالعقيد الركن عبد الكريم محمد السبيلة أمر كلية العلوم العسكرية في جامعة مؤتاء أهلاً وسهلاً بك عبد الكريم بك شكراً لكم على استطافتنا وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الاستطافة وأنتم بألف خير وأهلاً وسهلاً شرفتونا بسم الله الرحمن الرحيم بداية نسبحولي رحب فيكم أجمل ترحيب في هذا اليوم الطيب المبارك اللي قاعدين نستعد فيه لتخريج الفوج 33 من ضباط مؤتاء الجناح العسكري وكل الشكر لكم على مشاركتكم لنا هذا اليوم والشكر موصول لقناة رؤية النافذة الإعلامية الوطنية بامتياز واسمحوا لي من خلالكم أني أتقدم لسيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين بأجمل باقات التهني أو التبريك بمناسبة اليوبيل الفضل يتسلموا سلطاته الدستورية فأهلاً وسهلاً بكم وشرفتونا شكراً عبد الكريم بي نبدأ معك آمر للكلية العسكرية اليوم التلميذ العسكر بيتعلموا عسكرية ويتعلموا كمان مواد أكاديمية ضعنا بالصورة ولو بإجاز حول التدريبات العسكرية المواد العسكرية اللي بعضوها وكمان الأكاديمية الصحيح التلميذ العسكري في جامعة مؤتري تلقى محورين من التدريب المحور الأكاديمي وهو التخصصي حسب تخصص التلميذ في مجالات الحاسوب واللغة الإنجليزية التطبيقية الجغرافية التاريخ إلى الإدارة العامة إلى بقية التخصصات الثمانية الموجودة في الجناح العسكري وبنفس الوقت المحور التدريب العسكري محور التدريب العسكري يعني ظل ماشي فيه في اتجاهي الرئيسية الأكاديمي العسكري هو مواد تسقل شخصية الضابط العسكرية تأهيئته كضابط ميدان ناجح حسب الصنف اللي يتخرج عليه فالمواد تحتوي على التعبئة اللي هي مراحل الحرب الخارطة والبوصلة فن القيادة التاريخ العسكري جغرافيا عسكرية كثير من المواد العسكرية لا يسعن الوقت الذكرها بالإضافة للتدريب العملي ليشمل اللياقة البدنية من خلال المرافق المتواجدة معنا بكلية العلوم العسكرية مثل ممارسة السباحة بناء الأجسام الخماس العسكري اختراق الضاحية كثير من الفعليات اللي تساعد على البناء البدني للتلميذ العسكري بالإضافة للأمور التأسيسية الرئيسية اللي هي المشاوة والأسلحة والرماية هاي التدريبات ترافق التلميذ العسكري منذ البداية حتى التخريج ناهيك عن التمارين التطبيقية للمواد الأكاديمية العسكرية في كثير من المواد تحتاج إلى عمليات تطبيق في الميدان مثل التعبئة مثل المراسلات العسكرية والواجبات الأركان تحتاج إلى تطبيقات فهي تم التركيز عليها بشكل كبير نعم بالإضافة إلى ما ذكرته عبد الكريم بك يعني هذه هي القواعد الأساسية للتلميذ العسكريين ولكن إذا أردنا الحديث عن العلوم العسكرية هي دائما في تطور مواكبة للحداث وللتجديد لما يحصل يعني بالعالم فكما أن العلوم الميدانية هي متطورة هذا الأمر أيضا ينطبق على العلوم العسكرية أديش التلميذ بجامعة مؤتاهم على اطلاع على اشتباك مع هذا التطور في العلوم العسكرية العالمية أيضا؟ صحيح سبتي يعني أغلب العلوم التطور مستمر هي العلوم العسكرية بالتكنولوجيا العسكرية أحنا بجامعة مؤتا أسوأ بكل الكليات العسكرية بالعالم يتم التركيز على الأمور التقليدية بداية لأنه في فترة من فترات لا يمكن الرهان على التكنولوجيا لكن المحور الآخر أحنا على ثماس مباشر فيما يحدث في العالم فيما يحدث في التطور بالعلم العسكرية ووضعها بين يدي الطلابنا و تلميذ العسكرية اللي اطلاع عليها ومن ناحية أخرى احنا نكلف تلميذ باستمرار بشكل شهري بعمل أبحاث عسكرية عن الحوادث الجارية حوالينا إقليميا و دوليا وعرضها في ندوة خاصة للتلميذ بوجود هيئة التدريس العسكرية و النقاش و خروج بدروس مستفادة ناهيك عن المشاركات و التبادل الزيارات بيننا و بين الكليات الحربية و الأكاديميات العسكرية في العالم يعني نحن على سبيل الذكر للإحصاء نفذنا عدة زيارات تبادل الخبرات في السعودية في جورجيا في تونس في الباكستان كثير من زيارات نبعث تلميذنا للكليات الحربية و استقبلنا وفود كثيرة من ألمانيا استقبلنا من وست بوينت و إن شاء الله بشهر سبعة كمان في تلميذنا راح يطلعوا على كلية أسكرية في ألمانيا إن شاء الله نكون مغطين جميع الجوانب الأكاديمية و تطور العلوم الأسكرية تبادل الخبرات هذا موضوع مهم جداً تسمح لي شوية صغيرة أبعد عن الجامعة ولو شوي عام 2016 في استعراض العلم ظهرت في صورة جميلة جداً كنت قائد مراسم أو؟ بداية أنا ما كنت قائد مراسم مش قائد مراسم لا ما كنت بس كنت قائد كتيبة مراسم أثناء التخريج صحي كانت تجربة غنية أنا بدي أسألك عن هذه التجربة لأن بصراحة في تاريخنا في الأردن في العصر الحديث هذه تعتبر كانت حدث يعني حدث تاريخي مهم صراحة كانت تجربة غنية جداً من أول يوم استلمت في هذا الموقع يعني أنا الكارير تابعي كان حرص ملكي خاص قائد مجموعة الحرص الخاص بمجموعة الأمن الخاص الجلال سيدنا فجأة تغير الكارير لمجموعة حرص الشرف مطلوب منها مهمة جديدة اللي هي تطوير على المراسم العسكرية منتج جديد لقوات المسلحة سنوي اللي هو استعراض العلم فبين هاي وهاي كانت المفارقات لكن الحمد لله يعني تمكننا أنه ننسجن بالعمل من أول يوم وكانت تجربة غنية يعني بلشنا بإعادة بناء الهيكل لمجموعة حرص الشرف حتى تستوعب الشغل المطلوب منها فبعدها كان دخول الخيل على المراسم العسكرية كان موضوع يعني كان تحدي كبير خصوصا أنه موضوع المراسم العسكرية للخيل من الجوز من الثنين وخمسين إذا ما خانت الذاكرة ما دخلت على المراسم العسكرية كاستعراض عسكري فرجعنا للتاريخ رجعنا البناء على توجيهات جلال سيدنا وأطوفت رئيس الأركان في ذاك الوقت فشفنا أنه كانت تدخل بالاستعراضات حاولنا نعمل نفس الشغل واجهنا تحدي العدد المطلوب كان يفوق الألف مستعرض من كافة صروف الجيش كان التحدي أمامي أنه أنا أركب خيل بالوضع الطبيعي يعني نحن بالمصطرح نقول بلدي لكن الفروسية العسكرية كانت شيء آخر شيء مختلف شيء مختلف ضبط، قرار، قوة تركيز، حضور دهن كل هذه الأمور كانت تحتاج إلى يعني تدريب نفسي تدريب للإحصان اللي أنا أراكبه طبعا كان تحدي وجود الـ F-16 بالاستعراض ووجود الخيل فكان الموضوع يعني تعالى في عبد الكريم بيك صعب ميس أنا ليش يعني سألت هذا السؤال لأنه في كتير دول المراسم العسكرية عندها يعني شيء أساسي يعني فيه ناس بقولك طب المراسم شو بنستفيد منها؟ لا فيه دول بالنسبة لها المراسم العسكرية جزء من هوية البلاد صحيح يعني قد ما هم اعتزين بتاريخهم الآن صار عندهم مفهوم السياحة العسكرية كثير من الناس يروح لندن مشان يحضر تروبينج ذاكالر صحيح استعراض العلم يشتري التذكرة مشان يحضر طبعا خصوص البروف اللي يكون فيها ولي العهد يشتروا مشان يحضروا التشينج غارد على بكينج هام بلس على الهي قصة قصة اتوقع يعني مريت بالتجربة فؤاد احنا يعني المدرسة العسكرية الأردنية مدرسة عريقة واستعراضاتنا يعني من بداية تأسيس القوات المسلحة كانت مميزة وهذا مشهود لنا فيه إقليميا وعالميا وانا من خلالك يعني اتوجه لقائد الحرس الملكي ومجموعة حرس الشرف انهم اخذوا على عتقهم يعني نشر صورة المدرسة العسكرية الأردنية في كل العالم من خلال مجموعة حرس الشرف وفريق المشاس صامتة لأنا اتشرفت مرافقتهم بأدنبرا وبعمان وبأكثر من محثل دولي فكان يعني الفيدباك من الجمهور من اللباس كان يعشق اللباس حرس الشرف والأداء اللي كان ينفذوه رائعين دائما الآن سأطلب من التلميذ العسكري عبد الله بلال فؤاد قاقيش بالانضمام إلينا تفضل عبد الله أفندي أهلا وسهلا أهلا وسهلا صباح الخير عبد الله أفندي أهلا وسهلا ومبروك سلف التخريج أهلا وسهلا فيك عبد الله أفندي يعني زي ما حكى لك فؤاد مبروك أيام وتفصلكم عن التخرج من جامعة مؤتا قبل ما نعرف أكثر عن تجبتك من بعد إذنك عرفنا عن تخصصك في الجناح العسكري بداية أن التلميذ العسكري عبد الله بلال قاقيش الأول في المجموع العام لعلامات في كلية العلوم العسكرية والأول في المواضيع العسكرية وماد التعبي من تخصص القانون كتيبة خالد بن وليد تلميذ السنة الرابعة بداية أتقدم بإسمي ونيابة عن تلميذ كتيبة خالد بن وليد بأجمل التهاني لجرارة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظ الله ورعاه وذلك بمناسبة الذكرى الخامس والعشرين اللي توليه العرش اليبيل الفضي نراحب فيك بداية في جامعة مؤتا جناح العسكري شكرا إلىك هذا الصرح العسكري العظيم مؤتا السيف والقلم والذي يعتبر أحد الروافد الأساسية لتشكيلات القوات المسلحة بالضباط المؤهلين عسكريا وأكاديميا عبد الله أفندي بنقول لك مبروك سلف إن شاء الله قريبا للتخريج ولكن رسالة منك اليوم لكل هالتلاميذ اللي بيطبحوا في يوم من الأيام يكونوا في جامعة مؤتا انت شو بتخبرهم شو بتعطيهم نصيحة عامة بداية سيدي أنا بقدم نصيحة لكل شاب أردني حاب يكون شخص مسؤول في الدولة حاب يكون شخص مميز أنه ينضم لجامعة مؤتا جناح العسكري إذا طبعا توافر فيه الشروط اللي بتأهله أنه يكون ضابط القوات المسلحة سيدي جامعة مؤتا تطلب العديد من المهارات والخضرات والضبط والربط العسكري اللي ممكنني أهلك أنك تصير ضابط القوات المسلحة سيدي نصيحتي طبعا جامعة مؤتا تعد من أفضل روافد قوات المسلحة بالضباط المؤهلين أكاديميا وعسكريا طبعا بنصح أي شاب أردني أنه ينضم لجامعة مؤتا الجناح العسكري ليكون أحد الأشخاص في هذه الكوكبة الرائعة من الخريجين ماشاء الله عليكم ماشاء الله عليكم منا لك إن شاء الله يعني كمان مستقبل جيد وبنتمنى ما يسوئنا في يوم من الأيام نستضيفك وزملائك وأنتم قادة إن شاء الله ولا أجمل من صورة الأستاذ والتلميذ إن شاء الله هاي العلاقة اللي دائما تبقى وبالأخير لخدمة بلدنا وأهم شيء مواطننا ومجتمعنا إن شاء الله يعني اسمح لي بس أنا باسم قيادتي الكلية وجميع مرتبات أركالية الكلية وجراح العسكري أشكر كل تلميذ قدم جهد وبذل جهد مضاعف حتى اختار لنفسه مكان بين المتميزين واللي من ضمنهم عبدالله وزملاء المتفوقين هذا دل على إنه ما ضيع لحظة من لحظات اللي مرت عليه بهالأربع سنوات إلا اجتهد فيها لنفسه واختار لنفسه طريق واضح ونتمنى أن يكون في يوم الأيام في أعلى المراتب في قوات المسلح هو وأمثاله إن شاء الله من تلميذ إن شاء الله مرة أخرى عبدالله أفندي نبارك لك وكل زملائك تلميذ بأتخرج القريب إن شاء الله خلال الأيام القادمة العقيد أركن عبدالكريم محمد السبيلة شكرا جزيلا وأيضا التلميذ العسكري عبدالله قاقيش شكرا لكم شكرا أهلا قد حكولي انتهى الوقت ولكن بدنا نحكي مبروك سلف الترفيع الله يبارك فيك وهذه آخر مقابلة عقيد صحيح إن شاء الله الله يبارك فيك إن شاء الله إن شاء الله كل الشكرة